بس أنوه في البداية وأقول لحضراتكم أن نبدأ من الخبر ده طبعا لأن لازم نحن نقول تاني البقاء لله طبعا لكابتن محمود الخطيب ومبارح كان العزاء طبعا ناس كتير 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 جدا كانت حضرة هذا العزاء وأسماء وشخصيات عامة ورياضيين وإعلاميين وناس من اللي بتحب كابتن بيبو عماتا عايز أقول لحضراتكم يعني مش بس الناس اللي تعرف كابتن بيبو على المستوى الشخصي اللي كانت موجودة وتقدم واجب العزاء لأن ناس كتير جدا كانت متواجدة مبارح وحرست أن هي يعني تؤذروا في المشكلة أو في الوفاء الأخيرة لي ده برضو ندل على شيء أكيد بيدل على الحب الشديد جدا لكابتن محمود الخطيب اللي احنا اتكلمنا عن النقطة دي مبارح بيبقى فيه كينات لها احترامها في كل أنحاء العالم بيبقى فيه أشخاص مهما كنت حتى يعني بتنتمي ليه حاجة مختلفة عنهم انت من بلد تانية انت من جنسية تانية بس الأشخاص دي بتكون مؤثرة جدا وأشخاص بتكون محترمة جدا فأنت غزبة عنك حتى لو أنت بتختلف معهم أنت بتحترمهم وبتقدم لهم كل الدعم فيه الحلوة وفي المرة ده اللي احنا شفناه مع كابتن خطيب مبارح شخصية حقيقي محترمة أنا كان ليا طبعا يعني السعادة والتقدير كله أن أنا قابلته كذا مرة شخصية بجد مهذبة جدا بيتعامل مع كل الناس بأدب بيدي لكل شخص قمته فما كانش أو ما كناش متوقعين مشهد أقل من اللي حضراتكو شايفينه في العذاب